وفقاً لمنظمة الصحة العالمية في عام 2014 تجاوز عدد البالغين الزائدين في الوزن في سن 18 سنة فأكتر مليار وتسعمية مليون شخص وكان نحو 13% من البالغين في العالم عموماً 11% من الرجال و 15% من النساء مصابين بالسمنة زاد معدل انتشار السمنة في العالم بأكتر من الضعوة بين عامي 1980 و 2014 وربطت منظمة الصحة العالمية بين السمنة الزائدة وبين الوفيات في العالم أكتر من الصلة بين نقص الوزن وبين الوفيات أهلا بكم النهاردة يوم مهم جداً جداً في عالم شديد الأهمية شديد الثراء العلمي شديد الجاذبية والشعبية والانتشار أكسلاريشن غير عادي تسارع غير عادي في الإجراءات في التكنولوجيا المرتبطة بعالم جراحات السمنة والنهاردة عشان يبقى فاهمين هنحط قواعد وأسس وهنحل زي ما بيقولوا الغاز في دماغ الناس هي مش في دماغ الجراحين جراحين السمنة الغازة هي حاجات واضحة جداً لأن الجراحة يعني زي ما بيقولوا واحد زاد واحد عندهم يسوي اتنين لكن في دماغ مرضى السمنة لأنه مريض السمنة عموما بيحاول يهرب بيحاول يهرب لأي فكرة لأي حاجة بيحاول يتنصب عليه مريض السمنة يدور على عشب يدور على دواء بيبقى السمنة مفرطة وعمال ياخد كابسولات بيقاله طرطة أربعة خمس شهور مش هتعمله حاجة في وزنه اللي بتجاوز 150 أو 140 كيلو أو 160 كيلو لكن خلينا بس نرجع لورة شوية هي السمنة عادة أو بمعنى صح عدوى تحالوا نشوف مع بعض كده تقدم التكنولوجيا وتقدم المهن والتقن اللي فيها بدأت الناس اللي تطلع نتائجهم بقى فات سنة وسنتين عليهم ورشاقة وبنشوف وهنشوف النهاردة نمازج زي كده بدأوا يحفزوا اللي حواليهم هو ده عمل هي الفلانة عملت ايه الممثلة الفلانية عملت ايه الممثل الفلاني اللي كان بيتوارى خلاصه والنس نسيته وبعدين بعد كده بقى نجم في الدراما وبقى مشهور الكلام ده بيحصل المغني اللي كان على وشك الاعتزال وبقى دلوقتي مكسر الدنيا بعد جراحات سمنة هي ده ايه السبب؟ في ناس اللطيفة جدا اللي بتقول الحقيقة أنا عملت عملية تكميم عملية تحويل المصار ومشيت على تعلمات الدكتور وفي ناس بقى لا قدر الله بس تلمش من المشاهير تقول اللي هم يعني نص ونص بيستغلوا الموضوع بعمل تكميم وعمل تحويل المصار لكن يروّج لشاي الشيخ مش عارف ايه ولا شاي امه فلانة ويعني يشترك فيه نصبة على الناس لكن سرعانة ما بيلاقي إجازاته وطبعا ده عقاب شديد جدا بقى هو استفاد من العلم وما نقلوش النهاردة زي ما قلت لكم في سلسلة ممتازة جدا هتستمعوا إلى تفاصيل دقيقة هنحلوا بيها كثير من المحادلات المتعلقة بجراحة السر النهاردة ضيفي واحد من سوبرستار هذا المجال حقيقة عمل مهني رائع جدا وعمل فيه كثير من التركيز وأكاديمي من طراز رفيع والحقيقة بيعجبني جدا إيمانه التام بقدرات الجراحة المصرية وإيمانه بالتكنولوجيا والتقدمها وأيضا بالتيم وورك حتى وإحنا بنتكلم أول حاجة أكلمني فيها التيم وورك ضيفي العزيز واحد من نجوم هذه الجراحات في العالم العربي واحد من الناس المبدعة في هذا المجال ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكل الطب جمعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمساش واد النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والخاص على تصنيف الجودة الدولي فيه أعلى تصنيف الجودة الدولي في جراحات السمنة الـ SRC واحد من سوبراستار أهلا بيك أهلا وسهلا عايزة أبدأ إلى أول من منطقة مهمة جدا ناس كتير بتفكر فيها وزي بنا قلت للناس حلقتنا مرتبطة بإجابات على أسئلة في دماغكم حلول لمعادلات والغاز هم عاملينها في دماغكم لكن هي بالنسبة لكم أكيد واضحة جدا أولا تكميم المعدة لمن يصلح اختيار العملية للمريض الحكاية تحكي لي عنها بعد في البداية يعني أحب أحيي حضرتك وكل سيدة المشاهدين وكل فريق العمل والحقيقة طبعا أن جراحات السمنة من الجراحات اللي هي الفعالة في إنقاص الوزن الفعالة في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة على المدى الكبير يعني طبعا عندنا يعني يمكن يعني يمكن أنا سمتعت جدا بالمقدمة الجميلة دي وإن فيها ملخص لكل حياة الناس المصاببة بالسمنة المفرطة وخصوصا في السن الصغير تكميم المعدة طبعا تنفع لكل الفئات العمرية وخصوصا للأطفال لأن في فئات عمرية زي السن مثلا من 15 سنة لـ 20 سنة دول بيبقى يعني عندهم نوع من يعني عدم القدر على أخذ القرار وبالتالي الأسرة هي بتبقى مسؤولة عن ذلك يعني للسن الصغير ينفع فيه تكميم مادة لأن أحيانا ما بنبقاش عايزين الطفل حتى لو وزنه كبير بزيادة ويحتاج لتحول المصار بنبقى يعني في اتجاه لتكميم المادة ويمكن بدأ نشهد عندنا في الجامعة في اسم جراحة الأطفال قاعدنا يعني نزوق شوية في جراحات السمنة في سن ممكن من 11 سنة والموضوع طور يعني يمكن من سنين إن احنا بنعمل أطفال بس يكون في المجتمع العربي الوزن في الأطفال كاسر يعني الوزن فوق الميت كيلو يعني ببساطة كده لأن طبعا ما بقاش في حلول كتيرة في الأطفال البلونة طبعا ما تبقاش الأطفال مستوعبينها حجم المعدة صغير ما بيستحملش المشاكل الغسيان والحاجات اللي بتحصل ربما في بعض الحالات لكن الأطفال مش هستحملوها فما بنعملهاش قبل 15 شفر سنة البلون طلعنا بالسقف شوية لتحول المصار مش عايزين يمشي على فيتامينز في شوية نمو هرموني البنات أو الإصبيان أو محتاج نمو عظام أو نمو حتى بصفة عامة فعملية تكميم المعدة تنفع أول واحد فيهم ينفع السن الصغير اللي هو من 11 سنة وانتطالع أو يعني السن الصغير تحت العشرين سنة بنرجح عملية تكميم إذا لم يكن هناك أمراض مصاحبة يعني يعني فبقى زي السكر مع السمنة ودول قليلين أو شوية في السن الصغير لأنه بدوا عادة بيبقوا سكر نوع أول ويبقوا ازنهم قليل وبالتالي ما بتبقاش يعني الاختيار الأول لهم تكميم المعدة طبعا كل الأعمار تعمل ده ولكن برضو إذا كان الوزن كاسر فوق 150 كيلو يعني خلينا في التحويل أكتر من التكميم السن فوق ال60 سنة عندنا مفاصل دخلين على مفاصل صناعية وعايزين نزل شوية وزن يعني كل همينا عايزين نزل شوية وزن كفاية تكميم فلا حلولها لكن هناك بعض الناس اللي لا يصلح لهم عملية تكميم المعدة الناس اللي هم عندهم ارتجاع شديد في المريء ودي عايز أقولها لكل الناس إذا كان عندك ارتجاع قيمه كويس قوي وعمل منظر المعدة تشخيصي مقبل إجراء تكميم المعدة لأن الارتجاع لن يتحسن بعد تكميم المعدة ويبقى الحل فيه ربما يكون تحويل مصار المعدة الكلاسيك حتى مش المصغر يعني في حلول جراحية يعني هينصحك بيها يعني الحد زوخي براء إن انت تعمل عملية تكميم في مين ومين ما تعملهاش أحيانا ببقى فيه فاتق في الحجاب الحاجز يسترعي برضو يقام تصلح وتعمل تكميم أو تعمل تحويل مصار من الأصل يعني ده كل الناس اللي ينفع فيهم تكميم المعدة الأكل طريقة الأكل تفرق تحدد الطريق طبعا فيه ناس يعني نظرية اللي هي كانت سابقة إنه الناس اللي هي أكلت السكريات يعمل تحويل أكتر وما بقاش يعني ما معتبتش عليها قوي لكن هو في الأصل طبعا الناس البالكي إيتر اللي باكله واجبات اللي هو يعود طول اليوم ما بيكلش ويجي على نهاية اليوم طبع يتعمل وتسترعي زيلك هو ده اللي هو الكارب إيتر يعني اللي هو بيكل واجبات بالكي شوية أو يعني هو صاحب الوجبة الوحدة هو ده أحسن واحد لعملية تكميم المعدة ودول احنا بنشوفهم لكن نظرية بقى اللي هي أكل السكريات ما بقناش نتعمل عليها لأنه أحيانا بنعمل ده ومع تحول المصار وما بتبقاش يعني طبيا ما بنش نعتمد على آكل السكريات يعمل تحويل ومش آكل السكريات فيعمل تكميم لإنش هي عموما بتقل في كل الناس ما بعد عملية تكميم أو بعد تحول المصار فهو في الأصل البالكي إيتر أو الناس اللي هما آكلي الوجبات الكبيرة أو الناس صاحبة الوجبة الوحدة دول أكتر فيهم تكميم المعدة من تحويل المصار المنطقة والمحطة التانية هل ما زالت التكميم هي العملية الأكثر امتشاراً في التنفيذ ده السؤال الجزء الأول من السؤال وإذا كانت ده إيه مميزاتها عن باخية العملية عملية التكميم طبعاً في العالم طبعاً يعني على حسب يعني احنا في مصر نحب التكميم أكتر من الهو حباً للناس مش حباً للدكاترة أنا أحد الناس اللي أنا ميال للتحويل أكتر لكن احنا بنحب الحاجة السهلة اللي احنا مش عايزين ناخد فايتامينز على طول فترة كبيرة ونستمر عليها فالناس طبعاً يعني ويمكن يعني احنا مثبتين الدكتور لكن يعني بنشوف نتائج مختلفة في مراكز مختلفة ونشوف أعمار مختلفة بنشوف حالات صحية مختلفة فالناس يعني ربما ما يكونش فيه خبرة في واحد عمل عملية تحويل مصار في مكان غير آمن ده لا يطبق التجربة على بعض الناس تانيين لأنه يعني يعني أنا يمكن كنت عندنا في النهاردة عندنا بعض في العيدات يعني عينين كتير يعني يقول تحويل مصار لا أنا عايز أعمل تكميم يعني مش عايز أعمل تحويل مصار هو يعني الكلمة نفسيتي لكن لا طبعاً الأمريكان بيعملوا طبعاً تحويل مصار حتى الكلاسيكي مش التحويل المصار حتى الآن بنسبة قطة تعدى 60-70% النسبة الأقل هي تكميم المعدة هو ده العرف يعني احنا بنحب العملات السهلة بس هي طبعاً أنا عايز أقول كلمة أن عملية التكميم ليست هي الحل السحري الوحيد من غير أن أنت تهزب حياتك اللي هي المتعلقة بالتغذية اللايف ستايل لازم يكون فيه موديفيكيشن يعني أو يعني تغيير في نمط الحياة عملية التكميم عملية راقية جداً هتنزل الوزن بصورة فعالة جداً هتستمر تحافظ لك الوزن جداً بس أنا بشوف الناس اللي بتحافظ على المحيط حتى اللي أنا المحيط الصغير يعني يعني الناس اللي أنا عرفها عن قرب يعني كلما كان هو فاهم العملية وبياخد تعليمات كافية هي العملية مش مجرد أنت عملت عملية ما احنا بنعمل يعني العملية ما تخدش تلت ساعة يعني ده بالفعل أبطوء أنا يعني طبعاً لكن هو المريض هو اللي هيستغل العملية نفسها للمدى الحياة وبالتالي لابد العملية عبارة عن باكج جراء جراحي مضبوط تاخد يعني أشعة مقطعية زي اللي في الأناميشن دي بتبقى مرسومة بستيف وليومتري متطور جداً بس أنت بقى يوهاف أن أنت تتابع برضو خود الكاتالوج بتاعها مننا اتبع التعليمات بتاعتك على المدى البعيد أتلاقي نفسك مستفيد ومستمتع بالعملية العمليات العكسية بترجع لإجراء غير آمن أو لحد ما أخدش تعليمات أو هو خير التعليمات ومش منافس فهي لازم يبقى جراح محترف إداك التعليمات المناسبة وإنت كمان مريض محترف عشان تبقى يعني قدت الباكج كاملة ما حلو تعبير مريض محترف لازم 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 تفهم أن أنت تبقى مريض مطيع مريض تاهم للتعليمات المريض بيجي أحياناً لك عايز يعمل جراحة فتتصم منه تحليل تصم منه أشعات تصم منه حاجات قبل العملية تحضيرات قبل العملية كتير من المرضى على فكرة عندهم ثقافة فكرة يا باشي الله نعمل بقى العملية أنا خلاصاً أنا أعمل عملية وكتير منهم على فكرة يقول لك الجملة دي أكيد حقيقة إحنا بند وقت جد يعني بحيث أن إحنا نقيم الوعد لأنا شايف أن القرار الجراحي أنا يعني ممكن النهاردة برضو كان يعني عيان هو مرتب ظروفه على عملية تكميم المعدة هو عنده ارتجاع وبياخد علاجات لتكميم المعدة وعنده حاجات طبعاً هو ما يعرفش يعمل تكميم المعدة من غير من قايم الوضع هو عايز يعمل عملية عايز يعمل بكرة مش نافع وجايب في الحصات وتحليل عايز ينزل في لستة بكرة وقال لي أن أنا مكلم يعني مرتب ترتيباتي اللي هو الشخصية على أنه يعمل عملية لكن لابد من القرار الصحي المصبوط الطبي أصلي يعني إمكان حيكو قلت كلمة في المقدمة إن دي حاجة زي ما تكون رياضية ده جراحة يعني ربما يكون المريض في دماغه حاجة عايز يعملها زي صاحبه زي حد لكن لا يكون الاختيار المصبوط بالنسبة للعملات مش نفس العملات ناسب كل الناس ولا نفس الناس ناسبها كل العملات يعني هو العملات الجراحية لازم تتاخذ عن حرص قال لي حاجة كمان إنه هو كان عنده مشكلتين يعني كان عنده إشال المرارة بقى لفترة كبيرة طبعا ده لو عمل تحويل مصار هو ربما يرجع له تاني الحصف في المستقبل هيحتاج لـ ERSP أو منظار قناوات مررية طبعا أنت هدخل إزاي بعد تحويل المصار فإذن ربما يكون القرار محتاج يعني تحفظ شوية قبل ما تعمل عملية تحويل مصار طبعا عنده مشكلة تانية عنده ارتجاع في المريء شديد أنا مش عمري ما عاملك عملية من غير ما تقيم للوضع ده بالمنظار ونقيم وضعك مزهود بحيث أن انت تاخد القرار الجراحي يعني في نهاية الأمر عايزين نحسن الليفستايل أنا مريد سمنة عندي مشاكل قد تكون اجتماعية زي الطفل اللي هو عايز يطير ده ومش عارف يطير ونفسيا محطم ما عندهش قدرة للرياضة ما عندهش قدرة البنت مش عارفة تلبس تتحرك تروح تخرج وده اللي احنا منشوفه عايز يحسن حياته احنا دورنا ان احنا منقله للحياة أفضل هتبتدي من قرار الجراح يبقى إذن لازم تعمل كل بحوصاتك الطبية كما يجب ترجعها مظبوط تاخد قرار جراحي بتأني هي حرفة يعني محتاجة رأي جراحي مظبوط طبعا للتغذية لانت بتاخد حتى طبيعة أكلك الحياة المرضية بتاعتك طريق الجراحي زي الراجل اللي كان عنده حصوات في القرآن المرارية يعني الموضوع محتاج حسبة رياضية في واحد ينفعه كده وواحد ما ينفعهش كده وواحد ينفعه كل حاجة ويختار اللي هو ينسبه يعني محتاجة يعني قرار يكون بارتاحية بالنسبة للجراح الجديد في تكميم المادة هل الجديد مرتبط بزيادة معيير الأمان بتقنيات معينة بتريكس معينة في الجراحة تدي ميزات للجراحة طبعا الجراح المحترف هو أمان للمريض يعني احنا طبعا الجراحة مش جست ان انا ادخل قص المادة مش كده خالص ده الموضوع يعني فيه شغل كتير جدا هو طبعا يعني يمكن على المستوى المريض هو يهمه الحاجة اللي هو عايز يطلع ياخد عملية يخص بيها كويس يعني الحاجات الجراحية تتعلق بخبرة الجراح بنسبة قد تصل إلى 95% هي الضربة في العمليات يعمل عملية مضبوطة ان شاء الله حتى لو متابعتش عملية التكميم مش محتاجة متابعة يعني شديدة يعني ولكن انت لو عملت عملية مضبوطة كما يجب انت خلاص انت يعني كده تمام طبعا العملية الجراحية اللي هي داخل العمليات نفسها هي عملية قص معدة يعني ان كان العين شايفها من قص لكن لا فيها احترافية شديدة ده مش تساب جزء من المعدة متسابق وبت المعدة مش تسابل توقف المعدة مش تسابد في المعدة ده يعني دي حاجات كلها احترافية النمرة التانية بقى الفتحات اللي هي التجميلية فيها بقى يعني حاجات فيك يعني طبعا دي مش وقعية خالص احنا الشكل التجميلي حاجة واللي بيحصل جوه العملية دي حاجة تانية اعمل المعدة وسبب طبق الدهون على المعدة ومنت الفيكسيشن عملنا حاجات يمكن متطورة شوية تمنع التسريب والنزيف واللتواء والحاجات دي دي حاجات طبية داخل العملية أما الشكل التجميلي الخارجي طبعا الناس طبعا فيه تطور رهيب يعني من الفتحات الخمسة ميلي صغيرة وأنا ليه اعتاب على بعض الناس اللي هم بيقولوا ان هم بيعملوا بالنانة تكنولوجي ما فيش حاجة اسمها كده يعني دي فتحات صغيرة منظر يا جماعة يعني منظر لابروسكوب فتحة خمسة ميلي احنا لم نستخدم الناس تكنولوجي ولم نستخدمه ولن يستخدم احنا مفيش حاجة اسمها الناس تكنولوجي عيب يعني فالنمرة التانية تعبيرات تجارية لا ما صحش يعني احنا في مجال على الفكرة الجامعة خارث اكشن في القصة دي عندنا في عين شامس والوضع طبعا كل يعني الحاجات الغير كلها هيتم العقاب لها واحنا لا يصح ان احنا نحط نفسينا في وضع يعني تجاري الموضوع علمي بحت مش حاجة اسمها ان انا تكنولوجي يعني في حاجة اسمها كده لا وبعدين انا بس هو اسمها تركتف تجاريا بس لا ما يصحش احنا احنا اساسة الجامعة يعني طبعا لازم احنا نشوف الحاجات دي بنقول عليها ان يغلط والحاجة الصحة ان احنا نشكر فيها توزيع الفتحات ان احنا نقلل من عدل الفتحات تورد جدا اعمل في البكيني لاين بطريقة كويسة جدا احتاج بعض الحالات اللي انت تعملها سيليكشن كويس طبعا في بعض الحالات تقول لي اعمل من البكيني لاين اللي سليف يعني اعملها طبع انت عندك فاتف حاجة بالحاجة بشي طرف تجيبه بشي طرف تسليجه كويس طبعا تتعور العيان في حاجة اسم الارجنوميكس ان اشتغل اتئيز بشتغل زي ما تركب عروبيتك كده عايز تعد مرتاح وتزبط الكورس بتاعك هو ده الارجنوميكس ان انا فن ان انا اشتغل وانا مرتاح ده مش متوفر في البكيني لاين في واحد عنده 170 كيلو وهو عنده فاتح حاجة بحاجز ولا عنده حاجة عايز تتعملها له يبقى ازا انا تأذيه اكتر ما فالجراحة هي فن الجراحة هي خبرة بامانة طبية مضبوطة مش يعني زي ما بيقولوا كلام للمرضى اكتر وكلام من ناحية الاعلامية لكن الكلام العلمي زي ما الدكتور كريم قال عيب قوي ان احنا نروج لأفكار انا في رأيي انها هتضر الجراحة او هتضر ثقافة الناس حول الجراحة اكتر ما هتفيد مفيش حيث معنا انا التكنولوجي وبرضو فكرة انا ندخل من تحت او قوي كده حاجة غير منطقية خالص في بعض الحالات بتنفع يعني 90 كيلو 100 كيلو حتى لو قازت شوية في الوزن بس البطن تكون يعني مناسبة لان احنا نعمل فعل عملية بامان احنا ما نحطش العيام في هو ده السؤال التاني يعني يعني الريسك دايما الناس بتسأل على الريسك اكيد المريض من اول ما بيقعد معك بيسألك على ايه اللي ممكن يحصل في العملية مضعفات كومبليكيشن هو الموضوع المضعفات هي موجودة في كل الجراحات لكن تقل بنسبة قد تصل الى يعني 99% لمية في المية مع الجراح المحترف وهو ببقايا للمريض الريسك قد ايه لكن كلما كنت جراح محترف حتى لو حصل المضعفات ما بتعليجها يعني هو احصل ايه لكن هو الفكرة في ان انت تعمل عملية بروسيجور محترم باحترافية شديدة العملية قد لا تستغرق يعني 20 دقيقة في يعني في 90% من الحالة النبرة التانية انه الامان زاد جدا لان طبعا احنا فيه تقدم رهيب في مجال جراحات السم يعني عادت حالة كتير مناظير متقدمة جدا الدباسات دلوقتي بقت حاجة يعني دباسة زي الدباسة السجنية انا مش معلم عنها ولا حاجة يعني دباسة عادية يعني لكن هي بقت فيها سوفت وير زي كمبيوتر صغير بيترجم حتى سرعة الغيار لو السمك المعدة يعني اعلى من الهايد بتاع الفوت لينز بتاع الغيار نفسه بتاع الدباسة حاجة جراحية يعني الدبوس نفسه ما يبقى صغير الدباسة ما تضربش توقف دباسة السجنية دي دباسة الكترونية يعني تعقيمها هي يعني الكترونيك لا تقبل انها تستخدم في عيان تاني بتستخدم تكنولوجي ترايستيبلر تكنولوجي اللي هي الدباسات السلسية سلسات سبو حاجة يعني متقدمة يعني انا لا أعني ان احنا نستخدم الدباسات دي فكل العينين احنا ما يشتغل بالدباسات اللي هيس عادي الحاجات اللي هي الأمريكية العادية ما تستخدم عادي جدا وبنخيط عليها كمان بحاجة اسم得 appointments fixation وبناخد الدهون اللي احنا فصلناها عن المعدة اللي اتفاصلت ونهما خيطنا تاني لا يعنين أن أستخدم الدباسة السيجنية أو غير أن أقصد أن أقدر أشتغل بأي نوع من الدباسات اللي هي الحديثة طبعا لأن أعرف أشتغل بها بأي دباسة بأي نوع من الدباسات وحتى الدباسة السيجنية بالرغم أن هي سيلينج باور بتاعها عالي جدا بالرغم أن هي يعني بتعمله مستيس حلو جدا إلا أن برضو بخيط فوقها باخد طبقة تانية تأكيدا للخصة دي ويمكن عايز أقول لحيك أن أحنا يعني بقالنا يمكن سنين 3-4 سنين ما شفناش حالة تسريب واحدة في حالتنا بطريقة اللي هي ففي تسبيت طبعا الدهون في منديل البطن فعلا أو يعني الجزء اللي إحنا بنفصله من الدهون عن المعدة اللي هي اللي تبقى موجودة بنقوم خيطينه تاني بفول سيكنس بغرس عادية كأنك أفلت المعدة مرتين السؤال اللي دايما الناس بتسألوا إزاي يعني شبح رجوع الوزن شبح رجوع الوزن ده من الحاجات اللي كتير بالناس بتفكر فيه طبعا كل أنواع جراحات السمنة فيها يعني نسبة لرجوع الوزن مع عدم المحافظة وده اللي إحنا بتدينا به الحلقة إن إحنا لازم زي ما أعملنا علي بطريقة فنية جميلة احترافية خدت تعليماتك اللي هي الطبية المصبوطة ايه مش على تعليماتك مبسوط مش هيرجع لك وزنك رجوع الوزن يعني إن العيان عايز رجع وزنه يعني زي اللي هو عمل تكميم معده وليل نهار بيستردن السكريات بيأكل سكر وشوكولتات وإس كريم وحاجات طبعا ده مش هتمنعه من رجوع الوزن يعني مش هتقدر تمنعه من رجوع الوزن العينين مختلفين في الأعمار مختلفين في النشاط اليومي مختلفين في طريقة المعيشة في حاجة بتحصل إنه ما بيبقاش فيه لينك ما بين الجراح والمريض بتاعه في الفترة اللي ما بعد العملية هو المريض بيعمل العملية وخلاص ما فيش تعليمات ما هو ما فيش أصلا كتالوك رجوع الوزن يتعلق بالمريض 100% وخصوصا أنا بقالي فترة يعني أكتر من خمس سنين بعمل حاجة اسمها ستي فوليومتري ما بعد العملية يعني ده أشعة مقطعية بالسابعة سلسية الأبعاد بعملها في كل حالاتي ما بعد العمليات بترسم شكل المعدة وتقيس حجمها وتديك orientation مضبوط تقولك إن المعدة دي يعني مرسومة يعني دي حاجة كده أنا بشوفها والمريض بتاعك شوفها تيجي بقى بعد 4-5 سنين بتبقى عمل نفس العملية بنفس الأسلوب بنفس الcalibration tube ل3-4 عينين يمكن يكونوا من أسرة واحدة استجابيتهم مختلفة واحد بحفظة الوزن مضبوط واحد بنزل وزن كويس واحد منهم ابتدأ يزيد تاني تعال بقى زيدت في الوزن زيدت في الوزن ليه؟ تعال بقى نقيم الأشعال المقطعية ربما تلاقي الأشعال المقطعية كويسة نفس المعدة حجمها أو زادت شوية طبيعة الأكل بتختلف تماما أنت بتعمل إيه؟ أنا بقى أكل الوجبات اللي همها 3 وجبات في واحد تاني بيأكل واجبات صغيرة بس تتعلم أنه يأكل 10 وجبات في اليوم إيوه أنت هتعمله إيه؟ ما أنت مش هتعملش وراه النوع التاني في واحد تاني أكل سكريات بشراه واحد تاني بحافظ هو عارف أكله إيه وشربه إيه واحد تاني لأ ده هو أكله كله سكريات وشوكولاتات وأسكريم هو ده عايش على كده فهي النمط بتاع الحياة إحنا لن نقدر إن إحنا نغيره عند لكن أنا هو ده المتاح اللي أنا قدر أعمله كراجل جراح أستاذ جامعة أنا بعمل لك عملية علمية طبية مظبوطة وبديك أشعاعات موسوقة إن أنت تقدر إن أنت تستفيد بيها استفيد بقى الجملة اللي إنت قلتها في الأول إن المسألة شراكة أنا وإنت طلعين طريق مع بعض أنا بطلعك حتة معينة وإنت بتكمل بعد كده بزبط لازم يكون اتفاق طبعا الفيتامينات سؤال ما عاربش أسأله لك وما أسأله لكش بس لازم لازم يتسأله كل الناس اللي عاملات سمنة في احتياج لفيتامينز خصوصاً الناس اللي هي عاملت تحويل مصار خد فيتامينات إحنا لين أسهر ما تاخد فيتامينات وخصوصاً أصلاً معظم الناس اللي هي عندها سمنة ومفرطة بعندهم سكر ما توقف عليك السكر العملية هتعليج لك السكر واخد فيتامينز إيه المشكلة الواحد اللي وزنه 200 كيل وعمل حتى عملية تكميم هو مشهور يعني عملية تكميم ما تاخدش فيتامينز ما تاخد ما أنت بتنزل وزن كبير جسمك في احتياج ما تأثروش يا جماعة يعني قصة إن أنا أخد فيتامينز خد فيتامينات إيه لا أنت توقف تماماً والدكتور يقولك أنت مش في احتياج لفيتامينز ليه تأثير يعني ما تاخد فيتامينز أنت ده مرض شديد مزمن محتاج مجهود جسمك محتاج احنا نعمل إيه خد فيتامينز كما يأمرك الطبيب وليست أخذ الفيتامينات مبرر أو في كلمة تخليك ما تقدمش على إنك تقال وزنك وزنك أنت كده كده كان هيدخلك في أمراض كده هتحتاج مش فيتامينات هتحتاج لمجموعات أدوية كتيرة من ضمنها على فكرة الفيتامينات لأن السكر يحصل ما هو السكر من أساسياته الفيتامينات حاجة تانية بقى اللي بيروجه إن إحنا ما بناخدش فيتامينات نقول لهم إيه أما هم وفي ناس بتبدأ تقول لك لا ده أنا ممكن أعملك العملية وما تاخدش فيتامينز غير صحيح تماماً إنه أي نوع من تحويل المسار أنت في احتياج إلى الفيتامينز خد فيتاميناتك لأن ده ده الطب المزبوط هناك ناس بتروج إن أنت ما تاخدش فيتامينز أنا معرفش بس في نقطة أنا عايزة أوضحها يعني في هناك ناس من الناس اللي عملت تحويل المسار من عينين أنا شخصياً يعني بييجوا بعد 3-4 سنين بمتابعة أو جايين يجيبوا عين تاني يعمل عملية من قرائبهم أو حاجة لو سألوا أنت بتاخد فيتامينز يقول لهم ما بيخدش فيتامينات والله كده بس دي مش قاعدة أنا ما بقولهاش عشان الناس تطبقها بس هناك فعلاً فئة من الناس ما تاخدش فيتامينز ما بعد تحويل المسار بحصوله مش حاجة والله ده فعلاً ده حاصل لكن لا يعني أنا طبياً بالورقة والألم لازم أتاخد فيتامينز أنا حتى في بعض العملية اللي إحنا يعني بترينا نعمل فيها وكان الناس بتروجلها ما تاخدش فيتامينز زي السياسي عملية كده تكمين مع تحويل المسار الناس يعني بتروجلها لا أخد فيتامينز كمان إيه المشكلة أخد فيتامينز إيه لا أعمل تحليل وقيم نفسك مصبوط وشوف إلي أخبار لكن لازم تاخد فيتامينز يعني أكوردنج لتعليمات الطبيب دائماً اللي كمان سمع أو الإنصاط لكلام المرضى ورؤيتهم ورؤية التغير اللي حصل بحياتهم حجر أساسي في ثقافة فهم هذه الجراحة جراحة سمنة ميزتها الأساسية إنها جراحة لها مردود متشاف متشاف بوضوح شديد جداً وموضوح يعني هي الجراحة اللي زي ما يقوله إيه يعني ده أنت مش مشاهدة ده أنت ممكن ما تعرفش المريض بعد ما يبتعمله العملية يعني أكتر من جراحات تجميل كمان بكتير جداً هي أنا في رأيي هي أروع جراحة تجميل لأن هي بتغير حياة الناس يعني بتجمل مش بس حياتهم صحتهم ولذلك الإنصاط وسماع الحالات ده شيء مهم جداً 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 في حوارنا النهاردة أكيد الجميل جداً مع ضيف العزيز الأساس دكتور كريم صبري دعالوا نسمع ونشوف هذه الحالة أنا الحمد لله رحت لكتور كريم صبري وعدت معاه قال لي عندك أي أمراض مزمنة وكده ولتولها الحمد لله أما قل لي يعني خلاص هنتجل لتكميم معده وعمل لتكميم معده والحمد لله بيت الوزن الطبيع ما كان وزني 150 كنت مثلاً أن أروح محل هدوم عايز يعني تشيرت على الموضة أو بنطلون على الموضة يقول لي ما فيش لأن وزنك صعب يعني اللي كان بيعاني من دوت والدي كان بيروح يعني بيجب يعني أشكال غريبة يعني البناطير أشكال غريبة فما قلتش بقى لأي الوزن اللي أنا البنطلون اللي أنا عايزه بالموضة وكده استدلواتي الحمد لله يعني بفضل ربنا يعني بقيت أي حاجة أعملها وأنا كنتش بعملها قبل كده بقول الحمد لله ودلوقتي بجيب أي مثلا أنا خش أي محل يعجبني أي حاجة أخدها يعني من غير مئيس ومن غير ما أعمل حاجة بفضل ربنا الحمد لله يعني نفسياً كنت متضمر ما كنتش بخرج ما كنتش بروح أي واحد صاحبي يأزمني في فرح مثلاً ما كنتش أن أنا أروح لأنني مش معي اللبس أو حاجة الشيك اللي أنا أروح بقوله في فرح وكده كله بيبقى لابس وكله بيبقى يعني لابس ودوم ندفع فأنا كنت بتحرج أن أنا أروح الفرح وأي واحد يعزمني فيه من نسبة وكده وما كنتش مثلا أن أنا بعمش كتير عشان بتحرج من وزني وكدت مثلاً أنا أروح أماما مثلاً معزومة عند خلقتي أولها مشاروح عشان مكسوب بسبب الوزن والهدوم وكده فأكدت بقع عيني قوي والحمد لله دلوقتي مثلاً أي واحد يعزمني في فرح بروحه يعني نفسياً كنت متدمر خالص كخروج كلبس يعني أعتبر كنت مسجون يعني كنت في سجن والحمد لله ربنا بفضل ربنا بفضل الدكتور كان يمصبر